الآن ينضم علينا من رمالة هشام عبدالله الباحث في الشؤون السياسية أهلا بحدثك معنا سيد هشام استهدفت إذن القاعدة الأمريكية على حدود الأردنية السورية الكل ما زال يحذر من خطورة اتساع رقعة هذا الصراع في الشرق الأوسط والمنطقة بايدن يتوعد بالرد بعدما وصف الهجوم بأنه من قبل جماعات مدعومة من إيران هكذا قال بايدن يعني أصار على استخدام كلمة إيران هل ما زالت المخاطر يعني لا نستطيع أن نسيطر عليها هل المنطقة بالفعل ربما تذهب بدولها إلى مزيد من التصعيد نعم أولا تحياتي لك أخي محمد وجميع المشاهدين والمتابعين بالتأكيد لأنه الأساس أو السبب الرئيسي للتوتر والانفجار السبب الرئيسي للتوتر لعدم الاستقرار في المنطقة لا زال قائما وهو لا زال قائما كما كان حتى خلال السنوات الأخيرة بعد السابع من أكتوبر هذا السبب الرئيسي الذي يتحدث عنه هو الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأضف عليه ما حدث خلال السنوات الماضية عفوا بالتحديد طبعا خلال السنوات الماضية لم يتوقف الهجمات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلية ولكن رأينا جميعا ونشاهد ونعيش معا هذا التصعيد الأكبر في هذا الاحتلال الإسرائيلي منذ عدوان الذي بدأه في السبع أكتوبر فبالتالي يعني جميع المقومات وجميع الأسباب وجميع الأدوات مهيئة لتصعيد أكبر ما دام هذا الوضع قائما كما هو عليه وتزايد في التصعيد بشكل غير مسبوك أضف إلى ذلك أن جميع المحاولات من الدول التي للأسف لا تملك حتى هذه اللحظة قرار بالتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل وحتى بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي كان له ما له وعليه ما عليه زادت حدة الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وليس هناك أي مؤشر على الإطلاق يقول أن هذا العدوان وهذه الحرب ستضع أوزارها في المدى المنظور برغم من كل ما نسمع عن محاولات وصفقات يتم تداولها ولكن حتى الآن لم يتم القطع بأن هناك طريق واضح الذي يمكن أن تسير فيه الأمور لنحو تسوية هذه المسألة السياسية بامتياز وهي ليست فقط مسألة إنسانية هناك مسألة إنسانية كارثة إنسانية باستطاع غزة حاليا بسبب العدوان الإسرائيلي وهي كارثة إنسانية غير مصفوقة والتعامل معها أولا ولكن لا يمكن إنهاء هذا الصراع دون منح الفلسطينيين حقوقهم الوطنية السياسية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد فبالتالي كل ذلك كل ما يحصل يخيم على المنطقة سواء كانت المنطقة الحدودية لفلسطين التاريخية في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي وحتى في جميع بقاء العالم نحن نرى ارتدادات هذا الصراع وهذه المعركة الحالية في كل مناطق العالم طيب الآن يا سيد هشام ربما بايدن قال أتوعد بالرد وتعمد كذلك أن يؤكد أن الهجوم من قبل جماعات مسلحة كان ممكن أن يقول بايدن تم من قبل جماعات مسلحة تم من قبل جماعات إرهابية إنما هو أصر على استخدام إيران المدعومة من إيران ما هو الرد المتوقع برأيك؟ أولا نعم في اعتقادي نتحدث عن مسألة قتل فيها جنود أمريكيون صحيح أن الحوادث الموجهة ضد التجمعات والقواعد الأمريكية في المنطقة زادت بنسبة عالية هناك حديث عن حوالي 160 هجوم منذ السابع من أكتوبر ولكن هذه المرة الأولى وطبعا ورأينا ردود يعني في السابق ردود أمريكية محدودة ولكن مع هذا الحادث حادث الأمس على القاعدة الأمريكية على الحدود في مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية والذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وهناك طبعا إصابات أخرى واللهجة التي سمعناها من إدارة بايدن مباشرة لاحب أن كان الرد بالأساس جاء من بايدن نفسه قبل أن يأتي لا من وزير الدفاع ولا من أي طرف آخر وهذا يدلل على أن بايدن الذي أصلا يعاني من صعوبات كثيرة في فترة رئاسته الأخيرة السنة الأخيرة ومقبل على الانتخابات مضطر أيضا لأن يتخذ قرار لأنه متهم من قبل ليس فقط الجمهوريين ولكن حتى من جماعات من الديمقراطيين ومؤسسات أمريكية أخرى بأنه لم يكن حاسما في التعامل مع هذا الموضوع هذا من جانب هذا يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية سترد ومن جانب آخر هذا يصب أساسا في تعقيد الموقف المتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وبالتحديد في موقف الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الداعم والرئيسي ليس فقط الاستراتيجي ولكن الأبني مع إسرائيل في هذا العدوان وفي احتلالها للفلسطينيين وهذا أيضا وإن كان ينظر بشكل أساسي أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن صرحت كثيرا بأنها لا تريد أن يتوسع الصراع وأن يتوسع هذا العدوان إلى حرب أشمل في المنطقة فإنها في لحظة معينة ستجد نفسها مضطرة لأن تدخل في توترات جديدة وهي لا تجد إضافة إلى ذلك في الولايات الثالث إضافة إلى ذلك فهي لا تجد طبعا أسهل من الرد بأن إيران هي المسؤولة صحيح أن الجميع يعرف العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومحاولات إيران للسيطرة في المنطقة وأنها تمتلك وتؤثر في المنطقة من خلال مجموعات كبيرة لكن أيضا الوحيدون الذين يعرفون تفاصيل هذه المجموعات التي لا يعرفها الرأي العام والمواطن العام الوحيدون الذين يعرفونها هم الأجهزة الأمنية المختلفة في المنطقة وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وهناك طبعا إشارة واضحة حتى اللحظة أخر تقرير طلعت عليه الواشنطن بوست عند منتصف الليل بالتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية كان الموضوع لا زال يتحدث على أن الحادث وقع في الأردن وهذه علامة أخرى تشير إلى إمكانية احتمال زيادة التوترات باحتمال جر الأردن إلى هذه التوترات وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية نعم على الأغلب سترد كيفية هذا الرد مدى هذا الرد حجم هذا الرد أعتقد أنه سنرى خلال الساعات وخلال الأيام القديمة ما يمكن أن يوضح أكثر حتى هذه اللحظة الأمور ليست واضحة تماما لكن السورة تقول أن الأمور آخذة بالتعقد شيئا فشيئا ترجمة نانسي قنقر